نأمل إن شاء الله إذا البرنامج هذا بدأ في أحد المراكز المهتمبة أنه يعني ينتقل أو يرفع المستوى الرعاية الطبية للأطفال في المنطقة هذه يقلل تكلفة العلاج على الشؤون الصحية في المنطقة هذه وكذلك يقلل أيضا كمية تحويل المستشفيات التخصصية بحيث أنها يعني تصب جهودها في أمراض أخرى قد يستحيل علاجها في المستشفيات الترفية هذا بإجاز ما أردت أن أقوله في تلخيص بسيط للمشروع هذا المشاركة مشاركة بالمعرفة مشاركة بالخبرة بيننا وبينكم ومشاركة أيضا بالموارد بين المستشفى التخصصية وبين المستشفيات المهتمة بالاتحاق بهذا المشروع أجدد شكري للدكتور جهاد الوطبان والأستاذ أسعد وملكم جميعا على اهتمامكم وحضوركم وتخصيص الوقت هذا لمشاركتنا في مقدمة هذا الموضوع الآن نبدأ بتبوك صدعي لفتور هذا الحمار بالحلام وحامد الله وعلى العالمين صلاة والسلام على خيري خالب الله سيدنا محمد وعلى عز وجد السلام عليكم القدرة على التحدث في المدينة المدينة المتصبية انا هذا احد من الأشياء الاجتماعية المدينة المتحدة في اليوم تقبل الاجتماعي وقعني أني أفجار صراع إلى المعلقة كما أعتقد أن السادط المعالج ولكن الآن هذا هو بلافت صراع في سوداء زوجها لأن تدفع بكثافة من أجل المجاداتengo لديه لديه صراعي قرأ ذلك بشكل صراعي لأنه يدفع بكثاف الكبار من المجادات الاجتماعي أيضا على النبوح من أخرى فقط لن يملك نحن الحكومة للإنظام 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 ومع ذلك الحقيقين جيدا أثناء نظر إلى تلك السيارة على أهل عاما أما بعد النظر إنه أثناء إذا كان لدينا أجمع و أفول إيشعاريي مواكف ، عمل أن يكتبون بأمي الأطباء من منذ أجتماعي مالهات مستقبل عندما الآخر SLAT يستطيع التعامل تحقيق بالنسبة لما تعلموا المستقبل مع أ salvكات لتعامل التعامل من أجتماعي سؤالي أعتقد أننا لدينا أيضاً، نتجدنا لتعرض لفظاهريني المقرنة فإنهاره أسرح لكي أعتقد أنه مننا صنعتنا ويستخدمنا وخعلهم لؤية أي شخص إلى نهاية بعض أخرى، نتجدنا مقارنة بفظاهرات للمشارعة ومعّن التحديات البطولة، أعتقد أن هذا جيد لأننا نكون مستعدة لكي يوجد الكثير من النوات التي يجب عليها لكننا لا يوجد المدرسج فرقات المنظمة التي يجب عليها على الأطفال من النوات الأخرى من المنظمة أو المنظمة في الأنصال والجلس وكل المنظمة يجب عليها الكثير من النوات في نملك الCDH مثل طبوك، القرياد، الجوف، طريف، عرعب، حفر الباطل في أضافة القسيم أعتقد أن هذا المكان الذي يوجد المشكلة المشكلة الموجودة في المدينة هو الCDH أجلًا أعتقد أننا في شخص النظر المقدسة لتبقى أن نتحدث لتركيز المقدسة وثيكرة لكي نتحدث لن نتحدث منجزم تبقى نظر تحضير نظر نستطيع أن نرى المترجمات الغابة التي لا تترجم الكثير من الصدر لكن لن نستطيع قدم التطاقات لنعقد لنهاتي على كانت صدر يمكننا الاستطلاق لنصول النباقية على حالانة الأطباء المنزلين المترجم من الفضاء فقط نتضغط؟ نتضغط إن تضغط نظر هذا الفتاة الذي يداده أو يداده لأنه يداده أقوى لن يتعامل المطلوب شكراً لك شكراً لك دكتور حميد لحفظ الباطن شكراً لكم شكراً لكم شكراً لكم لكم الموضوع الموضوع العلماء لا يحتاج لعيه فيه هو مهم جداً أنا بس أقول حاجة عملناها في حفظ الباطن من خمس سنوات أقدم دراسة الإشترو الصحية دراسة شملت حتى الموضوع المالي يعني كامل التكلفة المالية لكل ميض دي دي اتش الحقيقة وضعت في الأدراج إلى الآن ما لكن استبدت حاجة واحدة أنه هاي ريسك بيشن كثير في مسجل الأطفال عندنا في القطاع الخاص يجونين ميديد لفورانترسام لكن أنا في نوعية أنه الأفضل تكاتش المريض هذا في عمر أربعة شهور لم يرى في التطعيم كل أطفال يركون يطعمون على عمر أربعة شهور لكن الفكرة ليس الطفل لا يطعم إلا يأخذ إلا يعمل البلد بس إكسليم وإحنا يعني ممكن عندنا الزمنة في الماركة الصحية كيف يقرون إكسليم كيف يقرون إكسليم أنا حقيقة أنا متأكداً الآن التمريض اللي عندي في عيادة يقرأون ممكن يدخون إكسليم الآن في إكسليم ولا يمكن يخطون أن هذا عنه ديليت شو اللي عنه ديليت السوفيكيشن والإدسبلازيا صار يكونوا للمرضى برأة تطمى 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 أنا لدي المصر أنا أخذهم لو بدينا على العمر أربعة شهور نعمل لهم معنش سوري نعمل للمصر نعمل للمصر نعمل للمصر بس تعمل لنا بلد سيكس ري فورور فتس حقيقة مهزنة أنا أحسن دعياتي لما يجيني واحد عمره سنتين ترى السنواتي لديدين شغول الأهل وينكم لأنكم كنتم تتكرون عن دولة هذا دنبي وبعدين الدكتور كامر عارف والدكتور راهيازع عارف وزور المشاركين يعني أنا في منطقة بعيدة الويتينغريست عندي حدا سنتين أودين المناطق الثانية للمناطق الثانية زيني وأبعد بعد الويتينغريست ويجي الريزولت حكدنا أي الكمليكيشن صرت أبلش بيها أنا بصراحة معدرا في الكلمة هذه يعني العبس حق الباطن يسموني أبو تخلع وينكم مخلع كنتم أنا أبو تخلع أنا أبو تخلع أنا أبو تخلع أبو تخلع عندهم من شيء مخلع حق الباطن ويمنحنا من المناطق الثانية قليلة زين وقدتنا كامل أود الويتينغريست يبدأ من عندنا أنا مستعد أنه أضضي يوم من الأسبوع عندي أنه نبدأ سكرينيغ لطلع نبارك الصفحية وتيشينغ الشباب هناك وأنا متأكد أنه النجاح في رأيي يبدأ عند الأثر صاومة والعمر أربع شهور إلزاني برمانة جورطاني معينة جورج هذا يمكن أن أخذ معي فينا يستموننا إكسريني للجسد بحيثنا أن يبدأون عندنا الموضطين يطمع عنده ثيبه أو يوضفونه أو لا صحيح أبو تخلع أبو تخلع أخوي أخوي أدكتور أنا قبل أن أصير في الحياة المتحدة معكم هنا أنا راديولوجي أنا إنتروني أنا أخذ أخذ كل طفل في عمر الأربع شهور أخذ كل طفل في عمر الأربع شهور أخذهم إلى أكسرين يعني بهذا الشكل أنت لا تضمن حتى وأن كنت في قسمك أنت يا دكتور يعني ضامن الستاندرد في المناطق الأخرى لما تعمم وضع زي هذا ممكن تعادل أشعة أكثر من مرة ممكن جهاز الأشعة يكون ما هو ضمن المواصفات فيأخذ الطفل جرعة عالية قد نعالج الخلع لكن يسبب له يمكن لا سمح الله ليوكيميا مستقبلا يجب أن نقوم بمتعامل ويجب أن نقوم بمتعامل يجب أن نقوم بمتعامل وإن كنت أخذ هو الأمر خاص في جماعة الأرثوبيديق سواء دكتور ثامر أنت ودكتور هيازع أنتم أعرف بهذا الشكل لكن حتى نصل إلى نقطة توافق بين الجميع بالمستشفى هذا نعتمد بعض الناس أحباً أنا لا أعرف بالنسبة للدكتور ثامر إذا كان يأخذ بالمستشفى والمستشفى 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 يجب أن نتبع سياسيا وإلا إذا أصبحت المسألة اجتهادات لا ضير فيها لكن قد نخرج عن الخط وسوف نصل إلى مكان آخر وأنت أدرى مني أنا مجرد ملاحظة بالنسبة للأكسري أعتقد يعني مش الكثير رح يوافق على هذا الأمر مش بس هنا حتى إنترنشنال لأنه في مقاطعة حتى أقول هذا سم 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 هذا يكام مسبع حيث تحصاب بحيث بـ 99% وليس لدينا نرى عن الممن من四 تحصابه كمثلا حين نحن سوف يكون ذاهبتهم قدرهم من الأبد وكذا هو نفس الأمر ونحن ذكر في الأدريان أن تحصيحها الى حيث دائما أحصر عندما إحصارتنا وان طريقة النمو晴ة وان نجلنا نقبل السبب وأن لا نريد لدينا نحن النوم لدينا مفرصة للإحادم لأننا نحن تنظر من المقبل النصري ولكنه استمتعنا من الهيئي ليس من الوظباب السرعة سبيل العلمية وليس سيتم الوظباب السرعة سوف يأخذ عملياً ويأخذ عملياً ويأتعون أين أن يفعل أشكر جزيلاً أستاذي هيازع وأستاذي الدكتور البحميد يعني أنتم أنتم أقدم مننا في المجال وعانيتوا قبلنا في الاشكالية وعندكم خبرة واسعة بالمسألة هذه أنا أشوف يا أبو عبد الله ودكتور المحميد أنه يعني في الوضع الحالي الوضع الحالي كارثي سراحة خاصة في المناطق اللي ما فيها يعني بديات كورثوبيدك سيرجنز لأجل ذلك المشروع الأولي هذا هذا يعتبر مشروع أولي يعنى بالمناطق اللي ما فيها الخبرات الكبيرة مثلك ومثل الدكتور المحميد في الأساس لأنه أمثالكم يعني تقريباً إذا تواجد واحد أو اثنين بالخبرة الواسعة هذه وبالعلم الوافر في المنطقة بخير إلى حد ما نعم قد يكون اللود عالي جداً وتحتاجون مشاركة بعض المستشفيات في حمل اللود اللي عليكم لكن على الأقل فيه واحد يعرف الباثولوجي وفيه واحد لكن المناطق اللي ألاحظه هنا المناطق اللي تعاني تجد أن مستشفياتها مشغولة جداً بالحوادث والكسور وحدات العظام ولا يوجد متخصص يرعى مسألة مثل هذه وإذا انطلقنا تقريباً من الرياض تتكلم على منطقة حائل القصيم حائل والمناطق الشمالية اللي ذكرتها يا دكتور هايازع هي أكثر مناطق في المملكة ما زالت تعاني من الإشكالية هذه مشغولة جداً بالحوادث أنتم تعرفون الحوادث في البلد ولا يوجد ناس زي ما تقول متفرغين لعظام الأطفال عندهم الخبرة الكافية وعندهم الوقت الكافي لإدراك مشكلة كبيرة مثل هذه أنا أتفق معاكم جملة وتفصيلاً أنه الناشنال سعودي بروغرام سكينينك بروغرام إذا نحن نرتقي بالرعاية الصحية للمريض السعودي بمصاف الدول الأولى لكن هل نحن جاهزين الآن تعرف دكتور هايازع المكان اللي اتدربت فيه عند البروفيسور مأمون والجماعة هم بادئين العناية والرعاية بالمسألة هذه من فترة طويلة جداً وعندهم خبرة واسعة جداً فإحنا إذا جيناك رح ننشئ برنامج وطني للمسح يجب أن يصدر عن مثل زي الجمعية السعودية أو الجمعية السعودية جراحة العظام يكون تحت كرسي للأبحاث معين نجتمع فيه كلنا إحنا ونضع مرئياتنا وكذا لكن كخطوة أولية نشوف أنه نبدأ في المستشفيات هذه نزيد الوعي فيها نحاول نسرع من العلاج الجراحي هذا ما وددت بإيصاله خلال المشروع المبسط هذا يعني في المسألة لكن قطعاً أوافقكم من رأي أنه البرنامج المسح في المملكة هذا مطلب عظيم جداً يعني خلينا نأخذ بشكل سريع اللي هي المستشفيات جميعاً وبإذن الله ونرجع برضو لهذا الموضوع أحنا الآن ترى هنا برينستورم برس فقط هنأخذ من عندكم وحنعمل دراسات وحنجلس نجمع مين سبقونا في هذا المجال ونرجع لكل المختصين فيها لكن أحنا الآن مشتركين أنه هناك مشكلة وإنها تحتاج إلى مشاركة ومشاركة في حلها أيضاً الجوف متفضل يا جيم وعليكم السلام ورحمة الله سيخونا برس كرحة عظام فترة المقصورة في مصر لأن هذا المجال سيخونا مفتشفة سيخونا هو في طبعاً الموضوع على سكرينين برغم لحظة الإنتاج ومع برسالة ومع برسالة ومع برسالة أحنا الآن كانت مجال لكن سيخونا سيخونا طبعاً مجال تتضافة أنتكلم عن ومع برسالة ويمكننا حيث نحن عدد موضوع برسالة بالقصوات برسالة شهية خاصة الزهار في المصر التلقية في رسالة حيث أissance تشاهد موضوع موضوع أدخل الـ إن أنا إصدقى بروبزى ادخل الـ نضع بلدخل الـ إتسمع الأدخل ستكون أفضل أو أن أغرق البسل خاصة في الناس في حاله شكرا دكتور طبعا بالنسبة للبروغرام برضو اللي اتنازلنا الدكتور والتامري يعني دينا شكرا ازاي البروغرام ده هي بابلايد الريان بات كالسطبس في البروغرام اشو زين يعني الترينيج ازاي بإذن الله هذا حيكون في اخر اللقاء ان شاء الله بإذن الله حين نعطيكم ان شاء الله بريف عنا كيف حيكون التواصل وكيف حيكون العمل ان شاء الله بإذن الله مصدر بريدة بإذن الله السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بياه 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 الدكتور ام اشارك معانا من مستشفى قرباء ومستشفى مياض القرباء راكمونا مسجدات طرفية معانا انا المعاية تقنية احصائية لبغاج الطبيعي المركز عندنا قريب الخاري عشر الى حوص العسر الطفل يتعالج المعاية الطبيعي نسبة الخارع بالموضع القصين تتراوح ما بين الخمزة العليل الى حوص عباية قبل نسبة الخارع بالموضع القصين لا يوجد أي تقنية من اسم العلاج غير العلاج الطبيعي فإنه موجود يعني هنا المركز يبدأ بشك بي مع بوشمال ومجمعه معهم لكن الله ما هو بل إنتاجه لغض البنطة بالله معكم دكتور عبدالعجال الحضانة شكراً 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 ومنما غدود ونفkar انتظار الائفتانيات. لديه طبعاً خليط الوصول على الوصول على شراب. من يملك الجاد يجب عليك بعض الأعجاب. ثم لديه طبعاً للعضاء. فحسب في العلاق الوصول على اطبع المنطقل يجبين، المنظم عندنا في صبعها محددة الوصول على إطبع المنطقة لا تشغر بها لقد كانت نوعاً لدينا مرات الأخريحه في الوصول على تلك الوصول على قسم المنطقة IT BECAUSE IT IS SO EFFECTED IT, THEY DO SPLINE, THEY DO PLOSPALK TIRALS and THEY OPERATE. BUT THE PROGRAM IS SO BELL THAT HONESTLY THEY Snapdragon partakeبية ي Haveyel produce a survey which examine 2 years on DDHS And, you know, we were doing in the beginning, you know, the junior doctor comes there and because of the hormonal toutes the joints and they change which is the false positive cases and then they're subjected to the papal pattern they turn out to be normal. So then we streamline these things really and honestly we don't have any serious problems. The diagnosis, the diagnostic school, the vessel , honestly we don't have That, شكراً عليها دكتورة هيلل السلام عليكم السلام عليكم الدكتورة الالدين بناتوليجي حقًا 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 وفقًا عملنا رجل وعلى حقًا 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 إذاً هذا يكون حقًا مجموعة ويسكنت تالبا سيكوليو فيروس هذه الأنسان سيكون لألتراساون في عام 4 أمام وأيضا سيكون لتعطي الأمام للأرثوبيد هذه هي نفسنا في المستشفى ما عندناش تخصص اللي هو البادي السيارش فيه على الرغم ان احنا فعلا بنعاني من كمية حالات غير عادية من الـ DDH بيتابعنا في المستشفى بوز كبير منها ان فعلا الناس بيجوا يعني بعد الطرف ما بينشيوا على سن سنة ونص وبيبدأ يحسوا انه فيه لمبينج او مفيش توازن في الحركة فبيبدأ يقولنا بيبار العلاج بعدها سعب شوية بس معظم الحالات اللي انتشفها قبل سنة ست شهور تقريبا نسبة مئة في المية الـ الـ Reduction بتاعها بيرجع بشكل كويس الـ الاطفال اللي هوا من سنة ست شهور لحد سنة الـ Reduction بيعمل لهم مقلوس Reduction وستينوتومي مع هب سويتل نتاج بتاعتها الحمدلله توصل تسعين في المية من العينين بيستجيبوا بيرجعوا بشكل طبيعي لكن هي تبقى مشكلتنا من الفترة اللي هي محتاجة بالبكوستيوتومي او محتاجة بيديا سيرجري علشان يتعامنوا معها احنا ده ما بنحاول العينين المشكلة ان هم بيروحوا على رياض بيافضوا فترة طويلة يعني احنا ببعض الاحيان بنحاولين على سنة ونص بيقولنا بعد ثلاث سينين ونص ما عملوش حاجه يبقى تاريبا العلاج بتحقه في اول سنة ونص يبقى احسن بكتير طبعا على سن ثلاث سينين ونص طبعا هم معزولين في رياض عشان الزحمة بس انا بشكل دكتور سامي فلا ان البرنامج ده هي ان شاء الله يكون بويس جدا هيساعدنا كتير ان احنا نقدر نخف عن عينين بشكل اكبر واحنا دلوقتي حاليا نحنا مع الدكتور حسن هو استشار الأطفال الاسكرينيك بيعي في المنطقة الشاملية مهم جدا يعني سن اربع على اربع شهور محتاجين احنا نعمل له اكس راي او على سن شهرين بس هي المشكلة ان احنا عندنا لصطف الراديولوجي الموجود في المنطقة الشاملية محظوظ جدا الالتراس هون ميكون ش متاح مع كل العينين فهو اكس راي على سن اربع شهور ده يبقى مناسب جدا ان شاء الله هنحاول ان نظامه مع او ممتاش في الاطفال حيس ان احنا نكشف العينين بادري كل ما احتشفناهم بادري احنا مش محتاجين احنا ممتن نعمل لهم البابي كارمس او نعمل لهم اللي مش محتاجين وهم احنا ممتازين وان شاء الله نستفيد من الجانب شكرا الرئيس السلام السلام والسلام بجانب السام الان بيДа اتكار بسبب عام 15-20 المترجمات بالفعل في السنة أعمل معها لكي أساسي في العراسة في الدولة المدينة أتذكر أنه في هذا المحل كانت أشعر في هذا المدينة أصبح أشعر في أثناء الضيجات أو أشعر في هذا المدينة فأنت أسألتك كيف يمكنك تحرير هذا المدينة أو تحرير أي تسعر في الدولة المدينة المدينة شكرا حايل شكراً لكم 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 دكتور أحمد هي في صلب الموضوع وأنا يعني أشاركك المخاوف والقلق للمشكلة هذه والإنشاء أي برنامج وطني يعنى بمشكلة مثل هذه لذلك ما ذكر الدكتور هيازع ودكتور الحيميد في إنشاء برنامج للمسح الوطني لمشكلة مثل هذه ليس بالمهمة السهلة يعني يحتاج اجتماعات متواصلة للتوصل إلى صيغة مناسبة تكون لها فعالية حتى اقتصادية يعني إحنا ما إحنا قطع ما رح نكون أول دولة تنشئ برنامج مسح للمشكلة هذه سبقتنا بها بريطانيا وأمريكا وكندا توجد برامج كثيرة في العالم فإحنا لابد يعني يكون في اجتماعات المختصين من ناحية جراحة العام الأطفال وأطباء الأطفال لاختيار الصيغة الأمثل اللي ممكن تطبيقها في مجتمعنا بحيث أنها تكون لها فعالية اقتصادية عالية ولها برضو نسب عالية في نجاح اكتشاف المرضى في أعمار مبكرة فأنا بالنسبة لي والله دكتور أحمد أشوف أنه يعني بداية البرنامج المشتر أو بداية المسح الوطني للمشكلة هذه قد يكون هدف بعيد نوعا ما في ظل الظروف القائمة يعني لذلك أنا ابتدأت هذا المشروع أو أفكرت في ابتداء مشروع مثل هذا كمشروع طارئ يعالج المشكلة القائمة الآن في وجود أطفال يشخصون متأخرين ويتم أيضا تأخر العلاج لهم أو تقديم العلاج لهم يعني مثل ما ذكر الدكتور اللي من عرعر دكتور أحمد على ما أظن أنه الأطفال يحولون من عرعر بعد ما اكتشفون أثناء المشي ولا يتلقون العلاج الجراحي في الرياضة لأعمارهم ثلاث سنوات أربع سنوات والأوتكم نسبة نجاح العلاج تسقط سقوط كبير في العمر هذا يعني فهذا تقريبا التارغت الأول للمشروع هذا أنه إيجاد قنوات سهلة للأطفال هذولي بحيث أنه يتم العلاج لهم طبعا الهدف الكبير الثاني أنه العلاج يتم بطريقة اقتصادية أكثر للشؤون الصحية المحولة للمريض وبرضو طريقة سهلة وعملية للأهل يعني الدكتور اللي سأل من القريات عن الآلية العلاج إذا احنا زرنا مثلا المركز اللي في القريات ووجدنا أن الإمكانيات الجراحية ينقصها الكثير قد نأخذ الطفل عندنا في التخصصي نجري له العملية لكن كل المتابعات وتغيير الجبس يتم في القريات مع تنسيق جراح عظام هناك راغب في المشاركة في المشروع فالطريقة هذه نكون اقتصرنا كل الزيارات اللاحقة للعملية وتحولت من عشر زيارات إلى زيارة واحدة هذا تقريبا في خطوط عريضة المشروع قطعا لما المشروع ينتقل من مكان إلى مكان ونجتمع إحنا كطباء عظام أطفال وأطباء أطفال الوعي عندنا بالحال قد يكون الوعي بالمشكلة موجود عندنا جميعا لكن الوعي بالحال في البلد يعني نحتاجنا تشارك فيه فهذه قد تكون نواة لإصدار هذا المشروع الوطني لمسح الأطفال في المملكة بآلية لها يعني بري كوست افكتف لها يعني فعالية عالية اقتصادية ولها فعالية سريرية عالية كذلك يعني بالنسبة للستاندرداز بروتوكولي دكتور أحمد نفس الشيء ثامن تفضل ثامن تفضل بعد رائع المقاطعة تفضل الله يرعاك أنا 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 اتفضل بالتطبع معك لما أقول لأنني أتفاصل وأن أتيح من المملكة زميلي موجود عندي الدكتور الآن موجود عندي طحمة أشهر موجود عندي قد يكون بعد ذلك غير موجود هنا لسبب ما نعم فأنا أقول كيف تتحدث أنت تحدث هذا المقاطعة في مملكة ويأتي إلى إدارات الشؤون الصحية في المناطق المعنية في هذا الشيء لتستندرز لا نوح الآن لأنها تحتل منطقة من المناطق لسبب أن الطبيب مشى، المسؤول مشى، انتقل، وبعدها صار عندك دروب نعم أنا معك، بس أنا أشوف دكتور أحمد أن المسح أو طرق المسح فيها اختلاف كبير في العالم برنامج المسح في أمريكا مختلف عن بريطانيا، مختلف عن كندا فأحنا كجراحين عظام أطفال وأطباء أطفال يجب أن نجتمع ونرى الآلية المثلة لتطبيق برنامج المسح ومن ثم نسلم الوزارة الصحية كاقتراح مقترح من عندنا أنا ما عندي الصلاحية هذه، زي ما قلت الدكتور هيازع فيه ناس سبقوني في المجال هذا عشرات السنين البروفيسور مأمون له فضل على الجميع في البلد لكن ما استطاع إلى الآن ينشئ البرنامج المسح لأنه يحتاج جهود تنسيقية هائلة جدا إنشاء مشروع مثل هذا خلنا أختصر لكم الوضع دكتور نحن الآن اخترنا شريحة معينة لمناطق غالبا من المناطق الشمالية كلها فالآن خلينا نحن نكتب التقرير اللي عندنا الموجود ونجتمع يعني في كل أحوال اللي بتحول اللي مستشمع من التنسيق فصي ونتعامل بشكل دوري مع بعض فاحنا نحاول بشكل بأي طريقة بطرق أنه الآن نحن نرجع نكون في وان بيج ونبدأ بإذن الله نحاول نتكارل أتفضل يا دكتور السلام عليكم أولا أنا أحب أشكر الجميع الملاحظات اللي يمكن الكل يعني اطلع عليها أنه اختلاف الامكانيات واختلاف الحاجات في المناطق ماذي ما في أشك الملاحظة الثانية كوني أنا أنا أم نوت أورثوبيديك أنا أمبرست أنه كم شخص عندنا أكسبرت في المناطق يعني أنا أم نوت أويرو فيه فأشكر دكتور محيمين دكتور عيازع الأخوة اللي شاركوا دكتور أحمد we have the expertise يعني الإمكانيات البشرية موجودة لكن توزيعها الجغرافي قد لا يكون بالشكل المطلوب الكمال لله وحده لا في التخصصي ولا في المستشفيات الأخرى أعتقد وصلنا إلى درجة نقدر نقول أنه إحنا مكتفين ذاتيا أصبح التعاون بيننا ضروري جدا لإنجاز الأم أنا شخصيا وأعوذ بالله من كلمتنا أنا أفضل الإنجاز على أني أدخل في أكاديمية ليش؟ لأنه as we discuss وأحنا قاعدين نناقش في مريض يعاني أنا I will go hand in hand parallel program الأخ الدكتور تامر والأخوان المهتمين رح يساعدون المرضى ومرضى اللي يجوا للتخصي يقلل سفرهم ورواكم يكفينا الصورة حقا الكاست أني أفكر في عائلة عندهم ولد بهذا الشكل رح يجيبه ويسافر معه بالطيارة It's too much وهي غير مقبولة أبدا لأجل أشعة أو فحص بسيط لا يمكن فأحنا بتعاوننا بالنية الطيبة بالدعاء ستثمر إذا ما في هذا الconcept نية طيبة دعاء وتاركت يعني هدف واضح وإن كان صغير على أقل مقلل السفر منه لن يكون هناك إنجاز أنا أعتقد أنه ممكن يكون أبحاث ممكن نعمل سكرينينج على مستوى المملكة ممكن نعمل المجال الواسع ومفتوح لكني لا This is side issues يعني ما أروح للside issues وأقعد في نقاش أو نقاش بيروقراطي مع وزارة الصحة أو مع الجهات الأخرى وخلي مريضي يعاني لا نعمل سوف نعمل إذا كان يحتاج يمكن الدكتور أحمد والأخوان في دكتور فواز يمكن عندهم ملاحظات معينة بغير فعال وزارة الصحة لا بس يعني it's open ما عندنا مشكلة المهم أن المريض يخدم في هذه اللحظة والأمور ماشية This is parallel أنا هذا رأيي الشخصي وأتمنى على أخوي الدكتور سعد وأشكر الأخ سعد داريس أنه جهود عظيمة الحقيقة وأشكر الدكتور ثامر والجميع والأخوان اللي شاركوا وأتمنى عليكم أمل واحد أن اللقاءات القادمة ما تزيد عن ساعة واحدة لأن أذر وايز يعني الأخوان الباقي إحنا ضيعنا وقت فأظهر ويشوف مباريات كرة قدم كثيرة فحسب النوق باقي شكرا ترجمة نانسي قنقر 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 اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة